ومن بيروت ينضم إلينا جورج علم الكاتب والمحلل السياسي سيد جورج ما هو التعريف لوحدة الأراضي السورية بالنسبة للحاضرين لقمة أنقرة الحقيقة هذا الشعار إنما يستدعي انسحاب كل القوى المتورطة في الصراع داخل سوريا لكي يعود للسوريين طبعا أن نبحثوا مستقبل بلدي لكن طبعا ما خرج به الثلاثة الكبار هو طبعا الروسي الذي تهم بشرة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعمل على تقسيم سوريا لبل ذهب يبشر بأن هناك حرب من الكل ضد الكل بمعنى آخر وكأنها حربا أهلية تنتظر الواقع السوري لذلك نرى أن هناك مجموعة من المتنقضات داخل البيانة الختامة الذي طبعا صدر نهاية القمة الثلاثية هدف إلى ذلك أن هناك نقاط كثيرة تستطيع التوقف عندها كيف يمكن الفصل بين الإرهاب وبين المعارضة وبالتالي من هو القادر على أن نفصل بين الطرفين هذا أولا الأمر الثاني كيف يطالب الرئيس الإيراني بأن تعود منبج إلى القوات النظامية السورية والرئيس التركي إنما يريد طبعا السيطرة على هذه المنطقة أعرف إلى ذلك باعتقادي أن الروسي هو طبعا الرابح الأكبر لأنه يشعى إلى عقدي قمة متكافئة مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب وبالتالي هذا جواج مرور أو ما حصل في القمة هو جواج مرور من هذه طبعا القمة إلى القمة الثنائية ما بين ترامب وبين الرئيس بوتين هل هذا الاختلاف أيضا ينطبق على تعريف الإرهاب؟ إيران تتحدث على أن الإرهاب هي جبهة النصرة وداعش تركيا تتحدث على أنهم الأكراد بطبعا الحال وهذا ما أشرت إلى التناقضات بمعنى أن الرئيس أردوغان إنما ينظر إلى كل أو معسم الأطياف الكردية ويتهمها بالإرهاب في حين أن إيران بطبعا الحال تضع لهم على داعش وعلى التنزيمات السنية الأصولية ما هو تعريف الإرهاب بينها الثلاثة لذلك باعتقادي أن الصراع القائمة هو ما بين مسارين المسار الأمريكي الذي بدأ قويا في سوريا بعد أن ركز أكثر من 14 قاعدة في الشمال السوري وبين الروس ومعه التركي والإيراني المسألة المطروحة هي لا جدوى من أي مستقبل لثوريا حول التسوية إلا إذا جلس الأربع الكبار أو إذا تفاهم الروسي مع الأمريكي على خريط طليق خارج هذا الإطلاع باعتقادي كل هذا إنما هو هروب إلى الأمام وبالتالي تقطيع الوقت لكي يستمر كل دولة أو كل طرف أن يملي مصالحه أكثر فأكثر على الشاحة السورية من من هؤلاء الأطراف هم الأقرب لوجهة نظر دمشق التي ليست حضرة في هذه القمة تماما؟ الحقيقة يعني دمشق لا حول لها ولا قوة إنما بطبعة الحال تريد أن تنصاع في هذه المرحلة إلى كل من يعني الروسي والإيراني لكي يستمر النظام وجيشه أن يحصد المزيد من المكاسب على الأرض لكن السؤال المطروح هو كيف سوف يتعامل كل من الإيراني والروسي مع مستقبل الدور التركي؟ وهل سيسمح بإستمرار الدور الذي يلعبه الرئيس الدوغان تحت شعار غسر الزيتون وبالتالي إستمرار في هجومه على المناطق الكردية في الشمال السوري؟ باعتقادي كل هذه الأمور إنما هي عالقة ونوع من الهروب إلى الأمام ما جرى تحديدا هو طبعا رسالة للأمريكان بمعنى أن الثلاثي الروسي الإيراني والتركي يوحيدون مواقفهم من الموقف الأمريكي داخل سوريا السؤال المطروح هو ما هو طبعا الدور الذي سيلعبه الرئيس ترامب؟ هل فعلا سوف يقدم على شاحة قواته من سوريا؟ أم سيعززها؟ كل هذه الأمور مطروحة إلى المستقبل القريب لكي تتوطح السورة أكثر ما جرى اليوم في القمة هو إعادة اعتبار لكل دولة من الدول حول دورها أما أن يكون هناك بشيش أمل حول المستقبل فمعنى ذلك هذا الأمر بعيد عن المنال لأن البيان الختامي كما أشرت مليء بالتناقضات شكرا سيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت شكرا سيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي